أبناؤنا يربون على الأجهزة الذكية لا يربون من قبل أهلهم من قبل والديهم وأنا ذكرت مرارا للإخوة شيئا مهما يا إخوة احرص على أن تكون أول من يغرس في ابنك وفي بنتك الخير لأنك ستؤجر ما عاش ولذلك دائما أنا أوصي أقول احرص قبل المعلم قبل معلم التحفيظ وقبل معلم المدرسة أن تحفظ ابنك الفاتحة احرص على أن تفوز أنت بتحفيظ ابنك الفاتحة لأنه كل ما صلى ستؤجر كل ما قرأ الفاتحة ستؤجر فلماذا تترك هذا الخير لغيرك؟ من الصغر احرص على أن تعلمه الفاتحة تغرس في هذا وتحفظه قبل المعلم لتفوز بهذا الأجر العظيم ترجمة نانسي قنقر شكرا